بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد. ده الفيديو الاول من فيديوهات حل الوحدة الخمسة والستة. الفيديو ده يكون فيه الكلمات ان شاء الله. قبل بنبدأ كده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتعرف زمالك عليها. انا الى الان على العهد وشغال في حل الكتاب. اينا اعمل فيديو بتأخر شوية بس انا بستمدى لما يكون في اقبال شوية يعني. فدعمك لقناة ده شيء المفروض انه مفروض عليك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال بقول لي. اه اخد بالك اللاو دي لازم بعدها الفعلة في المصدر. على فكرة كان ممكن نشيل اللاو دي نستغني عنها ونستخدم بس هنعزف تو. فتبقى يعني يصل او يادنه من او يقترب من. هنا معناها يادنه من. اخد بالك يا صفة ملكية. غير اللي هي كده. اللي هي دي. دي عبارة عن ات از او طبعا هزو تصيف التالت يعني. انتبه ان هنا عندك دايما بياخد معها زي. وانتبه كمان ان احنا قلنا قبل كده بهم ان احنا بنرجع يعني فاحنا بنقول بانك اوف زا نايل بانك اوف زا ريفر بانك اوف زا ليك. كلمة اللي هي تضفة بديجي مع تلات حاجات دول. بمناسبة يعني موضوع نايل. فانتبه ان نايل لازم قبلها ده. المهم مصر لن تترك ابدا اي احد يادنه من معناها حسة او نصيب وهنا كده هي في الجملة دي دي معناها مفتاح وممكن نقول يفتح ويشغل دي معناها خيار او اختيار معناها او قدوم طيب ازا احنا كده قلنا شير وانتبه ان كلمة شير ممكن تيجي كناون بمعنى حسة او نصيب وبتيجي بمعنى يشارك فيه طيب استخدم هزا هنا كده معناها مفتاح وهي ناون يعني زميل في العمل اللي هي كلية زي كلمة اللي برضو معناها كلية اللي هو عرض تقديمي ما تنساش انك انت ممكن تقول الموبايل كان ايه عشان كده ما كنتش عارف انك انت اتصلت بيه مرتين دي معناها موثوق فيه او اعتمد عليه معناها صامت ومعناها يصمت يعني استخدمها بمعنى صامت وكفر بمعنى يصمت لو استخدمناها بمعنى صامت فحضرتك كده هتسوي كلمة لو استخدمناها كفعل بمعنى يصمت هتبقى هتسوي كلمة بالمماسبة معناها الصمت برضو يعني قابل للنقاش او التفاوض معناها مستقل عن غير اللي بيجي بعدها حرف الجر اللي هو معناها معتمدا على يبقى معناها مستقل عن زملاك في الفصل حققوا تقدما عظيما او ملحوزا انت محتاج تبزل مجهود اكتر خبالك احنا ممكن نستخدم ممكن نستخدم كمان او عاستخدم دو انت محتاج تبزل مجهود كبير عشان زمانك اللي سبقوك دول تعمل فيهم ايه تلحق بس دي بدون مفعول دي كده بدون مفعول زائد مفعول حلو الكلام انا في القدامي الراجل قال لك زم يعني مديني مفعول في حضرتك تاخد ممكن 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 اه كوب وز اخد بالك كوب مع هاش او اب يشغل ويطف الجهاز وحنا كده خلصنا السؤال خمسة زميلك هنا مفيش مفعول خلاص يا باش هيبقى ناخد دي معنى افتراضي عبر الانترنت يعني هو عمل ايه في الاجتماع الافتراضي وقدم لنا آآ آآ عرض تقديم افتراضي دي معناها غادر عكسها في موضوع الاجتماع دي معناها يفحص او استقصي دي بتساوي زي ما اتفقنا قبل كده بتساوي كلمة يا ريتك تقول معايا وبتساوي كمان يعني انضم ايلا يعني صمت فهو الراجل انضم للاجتماع الافتراضي وعمل عرض تقديم افتراضي جاله استطاع مفاجئ وبناء على ذلك غادر الاجتماع يبقى الفت انت محتاج تعمل ايه في هذا اللي هو البرنامج يعني عشان تفتح ملفات الصوت خبالك اعمل حاج دي ممكن استخدم مكان بدلا منها ممكن كمان استخدم مكانها قبلي وممكن كمان استخدم بدلا منها وكلهم هيكلوا بنفس الموضوع انت محتاج تعمل ايه في البرنامج ده علشان تعرف تشغل الصوت اكيد محتاج تثبت فانا انا ممكن استخدم ممكن كمان استخدم كلمة معناها يثبت برنامج يعني يصمت يعني آآ يعني يخلط او يجمع يعني معناها يخاطر هو مازال امكانية امكانية انتقاله الاشقة الجديدة تعالي شوف معناها ينظروا للخلف للخلف يعني متبصش غراك لذكريات الماضي يعني يبحث او يستقصي يعني معناها يبحث عن دي معناها يبحث عن شيء مفقود فالراجل ماذالة بيستقصي او بيبحث في مدى امكانية انتقاله لشقة جديدة الراجل عايز ايه وسيلة هم لاتنين خلط لما الدين تكون ضلمة تماما الادواء اللي في الشارع بتكون ايه بقى مطفقة معناها ينطلق يبدأ رحلة يعني معناها منورة دي احنا عند عايزين نفكريني تلات حاجات في معناها يتمدد انك انت تتاوب كده وتفرد جسمك عندك كمان اللي معناها آآ يمتد يمدد جسمه الاعلى لما يكون في حاجة في الروف في السقف يعني او في الشلف على الرف معين فانت عشان تجيبها لو حاجة واعت منك على الارض في داون عشان تجيبها الجملة على بعضها بقى الراجل بيقول لك لما يكون الجو ظلام دامس الشوارع او الانوار اللي في الشارع بتكون مضاقة اللي هي يعني احنا ما بنوارش النور في الشارع غير لما تكون دنيا ظلام لما يكون احنا بالنهار بقى الشوارع النور اللي في الشارع بيكون مطفي يبقى طيب بعد كده اعتقد ان هو سوف لا ايه? الوظيفة اللي في البانك. بانك دي اللي هتات معاني خدناه قبل كده. معناها يعتمد على ومعناها ضفة ضفة النيل والنهر والبحيرة ومعناها اللي هو المصرف اللي هو البانك يعني. وعندك حاجة اسمها اللي هي الصرافة البانكية عبر الانترنت اللي عندنا في منهج. طب لو معناها يعتمد على يبقى دي هتساوي وهتساوي كمان طيب المهم يعني يوظف يعني يدعم او دعم معناها ينطوي على يعني يطبق او معناها يطبق معناها يطبق طبعا استراتيجية او كده ومعناها يتقدم لوظيفة او يتقدم لكورس او كده. بقول لك انا اعتقد نوع سوف لا ايه لهذه الوظيفة سوف لا يتقدم يبقى خد بالك لو معناها يطبق هتساوي كلمة اللي معناها يطبق وكمان ممكن تستخدم معاك كاري او التلماني يطبق او ينفز طيب يو هاف تو باي اونلاين اتفع يا باشي عن اونلاين الفلوس يتفعها على عبر الانترنت ليس امامك ايه اخر اكيد اختيار اخر اللي هي اوبشن دي بيت مناظرة شرح او توضيح لو اترنت لكن انت ترند اللي من دول اثناء الكورونا الاجتماعات الايه اصبحت منتشرة ومعروفة اكيد الاجتماعات الافتراضية اللي هو نموذجي ودي عكسها حضرتك وعايزك تركز في دي عكسها اللي هو ها استثنائي طب يعني قديم الموضع يعني قابل للتفاوض طيب زي كلمة جده الراجل الكبير ده الراجل اعمل في حياته عشان يلقز الولد اكيد خاطر بحياته رسكد حرف الجر اللي بعدها تو دي بيت معناها يناظر دي الكلمة دي لها معنين اولا معناها يقل او ينخفض هنا بتساوي كلمة ومعناها كمان يرفض وهنا بتساوي تيرن داون اللي معناها يرفض ومعناها كمان يرفض طيب ما بنسيبش ملحوظة غير لما بنقول عليها اوعد كون ما عندكش ضمير وتكون لسه لحد الوقت ما عملتش للفيديو وزبطت الدنيا كده عشان يبقى يبقى عليك شديد الله ده يعني طيب بعد كده زير آآ زير كان هناك نوات وين دا ايشيو دي اعمل حاج لها معنين اول حاجة كده معناها قضية وكمان معناها آآ عدد في جريدة حلو كان في ايه بين العلماء الاتنين اكيد كان في مناظرة قلنا معناها دا الموظف اللي هو العام اللي يعني سجد يعني مناسب وبالأمون لك بي معناها مناسب لي قبل الايه بتاع الكمبيوتر آآ وتكنولوجيا لم يكن هناك اي وسائل تواصل اجتماعي اللي هو الاعلان يعني قدوم او مجيء زي ما اتفقنا ودي معناها كده مناسب يعني جهاز معناها مفتاح فقبل قدوم الكمبيوتر والانترنت ما كانش في سوشال ميديا هو لم يقدم ايه لرفضه للعرض اللي هو المراسلة يعني اصدار او نسخة للخدمة الزاتية شرح او توضيح او تبرير فهو لم يقدم ايه تبرير لرفضه للعرض الكحة بتاعتي دي الحقن يعني او الحقن بسرعة تحسنت طيب كيمة دي تحسنها ممكن نحط مكانها المهم الكحة بدأت تستجيب للدواء يبقى عندك بقى دي بيت قلنا قبل كده معناها يناظر يعني يميل الى وبعدين طبعا وعندك اللي معناها يخرج او يظهر او ينبثق يعني لازم يكون مستعد عشان اللي جاي عليه هو مين اللي هيبقى مستعد اكيد المحاور ده الشخص اللي نهاية سائل لكن ده السائل اللي بسأل عرض مؤتمر وعلى فكرة في كلمة اسمها دي بتيجي في قطعة مكان كونفرنس كايه ليه اهماله في ادارة البزنس اكيد اكيد دي كنتية لي يعني ممكن نستخدم كدك واخد بالك في كلمة كمان معناها نتائج اللي هي كلمة النتائج فورم ده منتدى مؤتمر معناها مستند في اتنين وعشرين ده سيم رولز نفس القواعد على كل المواطنين دي دي معناها يؤجل اخت بوست بون اللي معناها يؤجل وآآ عندك يعني يطبق او ينطبق على وينطوي على يعني 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 يتصل بالشخص عبر الانترق عبر التليفون بالمسنجر المهم يتصل يبقى هنا لها كده كان معنا تلاتة معناها يطبق استراتيجية معينة او ينطبق على او ينطوي على او معناها كمان آآ يتقدم الوظيفة طيب واحد بقول لك انت ما ما نفعش اي حد يقعد على الكورس ده تقول له هل ده بينطبق علي الكلام ده العلاقات في العمل الجماعي انهي علاقات بتكون مهمة جدا اللي هي صديق البيئة يعني صامت ويصمت دي بيتة بالقابل للتفاوض اللي هي العلاقات اللي بين الافراد اللي هي التفاعلية بعد كده ايه حالية او حديثة وجرت او اكتشفت ان العالم يزداد دفء ان يعني وفي حتي بس حرير وكده ده المحاور الموظف يعني دراسة اللي هي الرفاهية او آآ الرفاهية يعني وكده او العناية بص لسه بنحكي في الموضوع تحالي دي معناها نتائج بقول لك ما تبنيش اي توقعات على نتائج التجربة دي لان هي ما زالت ايه ليست آآ مثبتة يعني يعني واضح سيرتا يعني مؤكد او مؤكد او محدد يعني عليها تفاوض معناها نموذجي فانت بتقول ما تبنيش على نتائج التجربة او البحث ده لان الكلام لسه محل تفاوض هذا الايه يثبتوا انك تمتلكوا هذه الشقة هذا المستند بالمناسبة بعد الدوكومنت في الحتة دي ممكن نستخدم كلمة ودي معانا في المنهج برضو اللي هو العقد عقد البيع والشراء وكده لو انت عندك مشكلة لو انت عندك مشكلة فكر في ايه وحاول تجتهد عشان توصل لها لحل اللي هو حل اكيد قلنا معناها حل المشكلة واخد بالك بنقول بعد الكتب قالت وفي كتب تانية قالت لك او هتقول طبعا بعد الكتب دي مش معناها بعض الملخصات اكيد يعني بعض القواميس وكتب اللغة بتاعت الناس الاجانب فلو جاب لك في الاختيارات نقط اخترتوا لفور اخترتوا طبعا تبعايز اتنين هتاخد فور للأسف يعني قلنا معناها يقل وينخفض ومعناها يرفض يعني فضاء ومعناها مساحة فارغة لها المراسلة رئيس لا يبقى كده رأس رأس بتؤشر على بيتنا على الخريطة يبقى اللي هو السهم دي معناها نسخة او اسطار الشاحن بيكون يعني متوصل يعني لكن ما بيشحنش هما الناس اللي انت بتشتغل معاهم هما مين زمالك في العمل اللي اسمهم لكن دي معناها كليات الدرس ده محتاج ايه عشان كل الطلبة دي فهموا تعال نشوف ده منتدى ده اللي هو او صح يعني اللي هو الجدول اللي ما نتاء معناها نتيجة توضيح فالموضوع محتاج توضيح عشان كل الناس تفهموا تفاصيلك اللي اكيد شخصية انت عارف اكيد حافظ الحتة دي تعال نشوف او بسمها اللي هي التفاصيل الشخصية اسمك مية اسمك ايه ورقم تلفونك ومؤهلك ايه المرشح لازم يكون جاهز كده ومستعد للاسئلة بتاعت مين دي معناها ان في ملكية يعني اسئلة المحاور وعلى فكرة ممكن نقول اللي اصلت الحوار الرحلة عملنا لها ايه بسبب الطقس السيء اللي حصل خبالك صفة وزر اسم واحنا متفقين على اتفاق خلصون كده من زمان ان لما يكون عندك صفة زائد اسم المفروض نستخدم او او ما عملناش كده هنا لان وزر اسم لا يعد. المهم ان الرحلة وعلى فكرة كان ممكن نقول بوست او التلاتة معناها اتجلت يعني بسبب الطقس السيء معناها مهذب او كريم حتى انت عندك اللي هي معناها مبادرة حياة كريمة بقول لك السلوك المؤدب ده ده شيء طقيليدي او طبيعي من واحد زيك مؤدب بقول لك الشاحن دايما بيكون ايه مع المواد الحديثة في نفس في نفس القلبة يعني 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 مرفق معناها مشروح معناها مدمر يعني فاكيد الشاحن بيكون مرفق دايما ده معناها ان الشاحن بيكون بيكون مرفق من المرفقات يعني. بقول لك لازم اقدم صورة اه لها ايه بيضاء قدية خلفية بيضاء دي معناها خلفية الصورة وبنستخدمها برضو بمعنى خلفية عن الموضوع اقول لك الموضوع ان تت تحكيلي عنه ده انا عارفه اساسا انا عندي في الموضوع ده قبل كده يعني. طيب بعد كده يا باشا الجزء التاني اللي هو اسئلة الوحدة الستة. احنا كده في هو كده كاتب لك الوحدة الخمسة خلصت بقي معناه الستة بقى. زاريت دي المعدل اللي بيونتش به البضائع بنسميه يعني اللي هو ايه? اللي هو الانتاجي او معدل الانتاج. دي الاولوية العصف الزهني اللي هو التقدم. ودي جملة في الفين اتنين وعشرين. الامتحان بيكون بسيط وسهل. الامتحانات مش الطريقة الوحيدة اللي نحن نعمل ايه? بها في مهارة الطلاب. عشان فيه طرق مختلفة كثيرة جدا لتقييمهم. دي معناها يساعد اخت هلب. لما تقول لي امان كيم تو هلب. او اسست مي. او امان كيم تو ماي ايد. بالمناسبة نستطيع اكتب لك التالتة هنا. سيبني اكتبها لك كمان بالمرة. عشان ما بقاش في حاجة بنعديها. اسست او ايد مي. طيب اجروب او امان كيم تو ماي ايد. ماي هلب. ماي يعني مساعدة. دي كده مساعدة لكن دي معناها يساعد. طبعا انت عارف ان ماي اصلا عايزة بعدها اسم في طبيعة ده كل اسم. طيب يعني يطور او يطور ومعناها يصاب بمرض لما نقول يعني يصاب بمرض الكنسر. يعني يقيم يعني يطور او يطور. فبقول لك الامتحانات دي مش الطريقة الوحيدة ان احنا نقيم بها اه الطلاب في طرق مختلفة اخرى غير كده. طيب رقم تلاتة. لو هو ايه في اهدار وقت هو لن ينجح في الامتحان. معناها ينفز معناها يسلم يعني ينظر الى او يفحص او يدرس يعني استمر. لو هو استمر في اهدار وقته فلن ينجح. اللي هي ضرارة الحرارة. هنا مفروض. ضرارة الحرارة بتتنوع وفقا للوقت من السنة ووقت اليوم. يعني الصبح الدنيا بتكون تلك ظهر تكون نار كده يعني. طبعا دي يقيل او ينخفض يعني يرفع وريز معناها يربي وريز معناها يجمع وريز معناها يطرح سؤالا يعني يقيم. بعد كده رقم خمسة. بقول لك الفلاحين ما بيقطعوش ابدا الاشجار المثمرة. على فكرة ممكن نقول ما كانها اللي معناها مثمر برضو. دي معناها بديل. والكلمة دي منها كلمة اسمها دي زي يعني يغير او يبدل. يعني غريب اللي هو بلا قيمة. جمعنا اه كثيرا من المال خبالك يعني يجمع. والراجل هنا قال لك مع ماني لان ماني اسم مفرد لا يعاد. يعني كان ممكن نستخدم مكانها اه. بقول لك بقى تلمة هنا في السياق ده ممكن نحط مكانها ما احنا قلنا معناها يجمع مال معناها يربي معناها يطرح سؤال وليس معناها يرفع ايده ويرفع صوته ويرفع. طيب. اعمل وزيفك في وقتها. قم بمهمك في وقتها. لا تؤجل. يبقى كان ممكن نقول او حكينا الحوار ده مرة قبل كده. تمانية بقول لك اه هي الخطوة الاولى ناحية الفشل. اكيد المماطلة او التصويف اللي اسمها الامتاجية الكفاءة الاهمية. المكتب ما ينفعش يشتغل ابدا من غير السكرتير الكلي او الاجمالي زي نظام يعني كده. طيب يعني الفر دي او الفرد معناها بديل يعني كفء. فالمكتب ما ينفعش ابدا يشتغل من الراجل السكرتير الكفء ده. انا تصدمت بصراحة لما العرض بتاعي رفضها. رفضها يعني انا ممكن نلاقي في الاختيارات المفروض او او الاقي داون. واحدة من التراتة دول الراجل ما اديك اهو تبليمش انت تصدمت لما العرض قبل ولا رفض بقول لك ان بتاعك هو اللذي سيساعدك في تحقيق ما يسمى بالنجاح الحقيقي. لها الكفاءة اهمية يرفض. معناها ينقص او يتضاقل او يقل التسويف. انا مرضي بالتقدم اللي انا حققته مؤخرا. كلمة معناها اقتباس. زي كلمة معناها برضو اقتباس. زي كلمة معناها اقتباس. تركيز بيجي بعدها حرف الجر وهي اخت اللي معناها التركيز ويركز. التدخين بعمل ايه في مخاطر الاصابة بالسرطان معناها ينمو معناها يرتفع ركز في الكلام كويس معناها يقلل لكن معناها يزود. على فكرة كان ممكن نستخدم كلمة هنا. معناها يرفع او يزود. لكن دي معناها يرتفع او يزداد. هو وعدنا ان هو يدرس العرض يعني ينظر الخلف لذكريات الماضي. اه او يعني يفتكر اللي حصل قبل كده يبحث عن يعني ينظر الى او ينظر فيه. هو عادنا ان هو هيبص على العرض يعني ويدرسه كده. طيب بعد كده رقم خمستاشر. التكلفة العالية. بولك ان التكلفة العالية بتجبر الناس ان هما يشتغلوا فترة طويلة. تجبر معناها مقبض اليد البداعة الباب واستكينه وكده. وهاندل دي معناها يتعامل مع اسس يقيم يعني يقاطع. التانية اسمها يعني يترجم. العلماء ما ذاله بيدرسه اكيد نتائج يعني البحث اللي اسمها هناك بعض الاخطاء الفنية. ولكن القصة عموما حلوة. اه دي معناها لذلك طبعا اف في المنظبات الناجحة ليس هناك خطأ للمناقشات النشيطة اللي هي الفردية منطقي وكيرفل حريصة دي مش 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 يعني قرارات. بل لك في المؤسسة الناجحة ليس هناك مجال لقرار فردي. فردي اللي باسمه يعني المفهولة القرارات كلها بتكون مدروسة والشركة كلها بتاخد قرار مع بعضيها كده. طيب رقم تسعتاشر. بل لك البحث اللي احنا بنعمله حاليا. آآ حيساعد في ايه اثار استخدام الموبايل يعني يقيم يعني يهدف يعني يسمح او يدع طبعا دي برضو معانا مش معانا يعني شتت اكيد في تقييم حيساعدنا في تقييم اثار الموبايل على الطلاب. زهاي بروتين نوت اسجود. اه هايز تونتي فايف كيلو جرامس ان ثري مونس. بولك ان الايه اللي فيه بروتين عالي جيد جدا ساعدني في ان خس اكيد ضيت. الرجيم اللي فيه بروتين عالي. آآ بعدك طبعا يعني عيب يعني ازن وفاكتور يعني عامل. والله افكت ده فعلي في المصدر فاكيد انا عايز حاجة هنا ما تاخدش تو. يعني يشتت هاند اللي اتعامل معه وهاند يعني يد آآ يد او مقبض يعني ومعناها رئيس يد او يد او مقبض ولو قلنا هاند ان يسلم التانية اللي هي معناها رئيس اسم اهد انا اللي اتلخبط لت يعني يسمح. فبقول لك قوعة تسمح لمسئولياتك تؤثر على عيشتك وحياتك. اتنو عشرين. العلماء بيبزولوا قصارة جهدهم عشان يعملوا ايه? في نتائج الدراسة. دي معناها تحليل ده اسم يعني يحلل ده فورس يعني 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 يهدر. فهم بيبزولوا قصارة جهدهم لتحليل نتائج التجربة. طب تاتة وعشرين. هذا السباح اه اه يعني وضع او حصل على رقم قياسي جديد للميت متر اه جاري. ما الذي تهدف اليه? يهدفه. عبارة عن فعل. يبقى ما هدفك? هنا هدف. يعني اسم. انا واثق ايه? في اه زكائك انك ستأدي زلك الامر بشكل ناجح. بديل معناها بشكل بديل معناها مطلق. معناها بشكل مطلق. فانا واثق بشكل كبير بشكل مطلق. والله يا باشا كلمة واثق دي صفة. والصفة عايزة قبلها ظرف. فعشان كده اخدت لك. بقول لك الشقة دي صغيرة الحجم. فانا محتاج ان انا ابحث عنه يبقى وممكن نستخدم بدلا منها لكن معناها ينظر لشخص على انه قدوة حسنة. وطبعا قلناها مرة واتنونة تلاتة يعني ينظر للذكريات الماضي. الدواء اللي الدكتور كتبه لي ما كانش متاح. فانا هدور على دواء بديل بديل اللي هو سما. يا سما سيبيني اكمل جملة واحدة يا بنتي بالطلباء مقاطعة. يقاطع اسمها ركز وانت بتقرأ لانه ممكن يكون جايب لك اللي هي وترجم. بقول لك هي عبارة عن صفحة الانترنت بيكون فيها معلومات معينة عن موضوع معين او عن شخص معين. ايه يعني هدف مستوى اللي هي المدونة الالكترونية ضياري اه اللي معناها المفكرة او المذكرة. فاخد بالك انت بتقول لي اللي هي المدونة الالكترونية. فقط الخاسرون او الفشلة يعني. لا يدركون اهمية التخطيط. اهمية يعني اداء وساشن يعني جلسة يعني خطأ. ومنها الفعل معناه يخطئ كده. نوع الوقت الطفل فضل ان هو ياخد ساندويتش الجبن عن ان هو ياخد قطعة شوكولاتة كبيرة معناها مما اثار غرابة الامر لزالة الابسولوتلي بالتأكيد معناها بشكل غير صحي. فانت بتقول مما كان غريبا ان الطفل فضل كزا على كزا. اي سو اي سو امان جست زات ري خب بالك ممكن نحط مكانها عادي. بين الاشجار الطويلة. في الجملة دي كلمة حلوة اوي السؤال ده. السؤال رقم تنوية تلاتين ده مخادع شوي. كلمة دي معناها باينة. في اللغة عربية كلمة باينة دي ظرف لكن في هي يعني حرف الضوضاء العالية في الشارع بتاعنا المزدحم بتعمل ايه? فانا ما عرفش اركز اكيد معناها تشتتني فلا استطيع ان اركز. الجزئية التالتة معنا في البداية والاخيرة التمرين على في حاجات كتير او مشتركة بينهم. الحاجات دي بتجمعهم معنى توحدهم معنى يبقى عادي بتعرف ان كلمة دي معناها يحضر. في كلمة اسمها كمان معناها يذهب ليحضر. حلو? الفريب اتنين. انت في السوبر ماركت اللعتي فمامتك بتقول لك يا ابني هات لنا معك سكر. هات معاك. انت كده كده اصلا هناك. لكن انت قاعد في البيت في اماني اللي بتسمع تلفزيون. فمامتك تقول لك. روح هات لنا شوية سكر. يبقى دي اسمها طيب اخد بالك كمان كلمة اللي معناها يوربي عايزك تعرف كل اللي كان معهم اسمهم في المنهج يعني. في دي معناها بيتساوي كلمة دي بتساوي كمان كلمة بتساوي كمان آآ ليد تو سوري. الناس دي كلهم كده معناهم يسبب. يبقى انا عايز تعرف من هي لو انت بتحل في كتاب فاكيد انت قابلتهم. تقريبا في الوحدة الستة. طيب بعد كده رقم اتنين لما تكتب ملخص فقط اكتسب يعني ادعم معناها يبرز اللي تساوي كلمة اللي قابلناها في كتاب اللي هي جلسة التصوير بشكل يعني آآ ناجح انت عارب اصلا لها جلسة وانت بتقول يبقى هنا يتعامل مع عارف الجار دايما بتساوي كلمة تريت. دونت ديل وز مي لايك زات. ما انا فقد او خسر او اكسبت قابلة. لو انت شايف ان شاشة صغيرة. انت ممكن تشاركها على شاشة تلفزيون عشان تشوف اكتر. يبقى شير. المشروع الجديد سوف يخلقوا خمس تلاف وظيفة برفورم يؤدي المشروع مش هيؤدي وظيف يعني يقطع او يقلل على فكرة. ممكن انسان معنا يقلل وبرموت مناهي ورقي. ما تنساش اللي احنا عندنا في مصطلح في في المنهج اللي هو يعني يفتح بطن المريض. انا عارف ان اختبار القيادة محتاج تدريب كتير لكن انا قررت اني اخد المغامرة او المخاطرة يتلقى يعني يلعب وقدم. معدل الانتاجية معدل الانتاجية ممكن ايه? عن طريق رفع آآ مرتبات الناس تعان شوف معناها يفاوض. آآ يعني يقبل معناها يتعطل وهنا عايزك تفهم يتعطل لكن معناها يقتح. وعندك يعني يقيم ولا واحدة من دول شايفها مقنعة بس هو قصد يقول لك ان احنا ما نفعش معدل الانتاجية غير لما نزبط نرتبات الناس عشان نعرف ان الناس شغلات ضمير ولا لا. انزال في الباريجراف الاخير للمقال. ده ريتر الكاتب نوع كونكلوجينس. بص هو في اخر من المقال في اخر مقال في في الايساي. او في اخر باريجراف في الايساي الراجل معناها بيرسم الاستنتاجات او بيكتب استنتاجات. اسمها درو كونكلوجين. طبعا دي فاية تحدى يعني يفسد او يدمر يعني يعلم. ده نوع البيئة لها ايه علينا? تعال نشوف. تأثير تأثير ازا كلهم زي الفل. اعمل قصرة جاهدك. على فكرة ممكن نقول وممكن نقول قصرة جاهدك برضو. عشان ايه? عشان تساير عملك. يبقى قلناها فوق بتساوي او كده او الحاجات دي قبتين يعني يحصل على زي كلمة زي كلمة يحصل على ويكتسب كما يتغلب على اختي واخت كن كر. طيب زي باريجراف باريجراف باريتشارت دياجرام كلهم نفس المعنى ايه? يعني هذا بيزهروا او بيبينوا انخفاضا في عدد ما عرفش ايه كده. خطط بشكل كويس. ويشتغل باجتهاد لكي تحقق اهدافك. هنا كلمة يحقق ممكن نستخدم ممكن نستخدم معناهم يحقق. طب زي كلمة ممكن نحط مكانها التطبيق تم تثبيته. في اول خمس اسئلة تقريبا قلنا بتساوي اهتمام القدم بدأ يقل. يعني كلمة معناها قلة. الفعل هنا بيساوي زاد عكسها. رفض بتساويها على فكرة لو معناها يرفض. وكمان هتساوي ساعتها تيرن داون. طب معناها رفض هتساويها لو معناها يرفض. معناها قلة. اخد بالك من ده كويس عشان انت ما تبقىش حافظ بس. لو معناها يرفض يبقى تساوي تابنى علىها يقل هتساوي دا لاست برو موشن اخر ترقية رفعت الدخل بمعدل خمسة في المية. معناها يرفع. كلمة هنا عكسها يرفع يعني يزود عكسها يقلل يعني يخفض يعكس يرقي. الحال الشخص او الشيء اللي بيكون مثمر دا معناها ان هو مش لو معناها عقيم بما انه قابلي بص على ايه برضو صح. يعني غير يعني غير منتج يعني غير منتج. الشيء المنتج معناها ان هو مش غير منتج يبقى انت كده عندك دي بتساوي هو روائي مثمر او معنى كده ان هو شاطر يعني. ده معناها ان هو مفيد مبدع. الروائي مش هنقول روائي مفيد هنقول عندي روائي مبدع. فخد بالك انك انت بترجم السياق عشان تعرف وعايز اقول ايه. المرأة دي ربت سلاس اطفال. كلمة من معناها يربي يبقى تساوي اللي هي دي. المخصبات اكيد مش هنقول المخصبات بتجمع ولا بتربي ولا تطرح اكيد هنا المخصبات بترفع. يعني يرفع. ده معناها ان بتزود او ترفع اللي هي مجموعة من الشباب يعني بيجمعوا المال يعني بتساوي لو شخص ايه? لو شخص عمل ايه? ده معناها ان هم معناها يؤجل. لسه كنا بنحكي في كلمة يؤجل دي. قلنا ممكن نستخدم اربع حاجات. كده كم واحدة. تلاتة ومعاك كمان حتة كمان اهي يعني يمعطل او يؤجل. بعد كده هندخل ان شاء الله رب العالمين في الفيديو المقبل على اسئلة الفريزة والفان ونفط والكوزتيف الحاجات دي كلها كده كتير شوية. فطبعا اكيد هكونوا واحدهم في الفيديو. بفكرك. احنا حاليا ان شاء الله رب العالمين في طرح لحل كتاب تسعين امتحان كتاب انا عملته تلات اجزاء. جزئين للعام وفي جزء في الاخر كده في خمسة وعشرين امتحان للازهر. فدول هيكون لهم اشتراكين لوحديهم والازهر هيكون الاشتراك لوحده. فلو انت حاجة تنضم لنا تواصل معنا عن رقمي اللي موجود في الوصف. بنحل حاليا في كتاب المراجعة النهائية على الوحدات. كتاب عظمة العظمة. آآ في ناس تواصلوا معي عشان نحل كتاب فلو انت حاجة تدخل معنا في تواصل معنا على نفس الرقم الموجود في الوصف. لو انت في موية البطيخ ومش حاجة تدخل في حاجة من دي خالص فاهلا وسهلا بك ولكن ما تنساش تعمل دعم القناة علشان انت سيادتك بتحل كتاب بتشترك مع مدرس بالآيات دي كده عشان تحله انا بحله معك مجانا وبطلع لك كل القطة الفرصانية في اسئلة. يلا قبل ما تمشي اعمل لايك واشتراك في القناة وما تنساش تكتب كومنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.